مرحبا مواليد برش الأسد معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن الأسبوع اللي هو تقريبا الأسبوع الأول من شهر أب أغسطس تحديدا من الثانين ثلاثة للأحد تسعة أب أغسطس شوفي عنا بهيدا الأسبوع هذا الأسبوع في ثلاث أحداث مهمة فلكية أهم حدث هو الفولمون اكتمال الأمر في برش الدلو يلي هو البيت السابع بالنسبة للكون وإنتم معنيين مباشرة بهذا الأمر المكتمل يكتمل يوم الثانين بتمام الساعة أربعة بعد ظهر توقيت العالمي يعني سبعة المساء توقيت بيروت وهنا كل الناس تقدر تشوفوا من ميلة الشرق بيكون عم بيطلع الأمر تقدروا تشوفوا الأمر فولمون الحدث الثاني أنه كوكب عطارد يلي هو المرسل يلي بيحمل الأخبار وبيشاغلنا رح يوصل لبرشكون يوم الأربعة ويوم الجمعة الزهرة بينتقل لبرش السرطان ويمكن ما نكون معنيين بهذا الأمر مباشرة المهم كيف بدي يكون هذا الأسبوع البداية الثانين والثالاثة أوكي الثانين والثالاثة هني فيون يكونوا أتعب يومين أتعب يومين بهذا الأسبوع لأنه في عنا اكتمال الأمر في البيت السابع هلأ اكتمال الأمر في برش الدلو له حيسياته في يحملكم أخبار حلوة وفي يحملكم توتر في يحملكم فرصة ثمينة لحتى أنتوا تنجحوا بمبادرة معينة مرة واحدة بالسنة بيكون في عنا أمر مكتمل ببرش الدلو ومرة واحدة بالسنة بيكون في عنا الشمس موجودة ببرش الأسد وعم يكون طبعا الفلمون ببرش الدلو مرة واحدة هاي بالنسبة لألكم موالي برش الأسد قد تكون فرصة لفك ارتباط أو للارتباط الارتباط فيكون اجتماعي فيكون عاطفي فيكون عائلي فيكون مهني لكن واضح أنه في فلمون يعني في اكتمال لقصة وفي احتمال يكون في تقلب في المزاجية فكونوا حاضرين الاربعة والخميس والجمعة حتى الساعة واحدة بعد ظهر توقيت العالم يعني اربعة بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي الأمر برش الحوت في مجال حتى يكون في إعادة نظر ودراسة لملف وإعادة نظر في علاقة واحتمال انه يكون في تقدم واحتمال يكون في نوع من تحسن في قضية خلينيقول يمكن تكون ورقة يمكن تكون معاملة يمكن تكون قصة عادية ما في شي لكن فترة لا بأس بها وفترة فيها تكون بنائة جدا الجمعة الساعة أربعة بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي يبدأ الحظ الحلو يبدأ عنكم مع وصول أمر لبرش الحمل تكتمل فينا نقول فرحتكم إن شاء الله على طول وتستمر هالفرحة حتى فجر يوم الاثنين وصول الأمر لبرش الحمل الجمعة بعد ظهر السبت والأحد بيخلي عندكم عطلة الأسبوع تكون حلوة كتير جميلة جدا بتحمل أخبار تبشر بالخير أخبار سارة واحتمال إنه يكون في عندكم جواب لمسألة كان مسكر عليها لأنه عطلة أسبوع في احتمال إنه تكونوا مشغولين مع العيلة مع الولاد يلي عم بيشتغل يحضر حاله إنه في عنده فترة كتير حلوة جميع الأحوال هناك سعادة هناك نجاح هناك تأقلم سريع مع الأمور الناس تتأقلم معكم والناس راح بتساعدكم مية بالمية هي أجمل فترة في هذا الأسبوع استفيدوا منها هلا جميع موالي برش الأسد محصوصين لكن بشكل خاص يلي ما بيهدى ولي عنده طاقة هائلة هو مولود 12 لـ 15 أب أغسطس الأبراج الأسبوعية هي بمثابة الأحوال الفلكية تعطيكم الأيام كيفية وأنتو بتختاروه كل يوم بيومه رجاء متابعة المزيد من التفاصيل مع الأبراج اليومية شكرا لكم باي باي